اشتركوا في القناة كانت هذه العنوين وإليكم مشاهدين التفاصيل والبداية بأخبار الفريق الأول حيث فاز فريق الجيش الملكي لكراتي القدمة وديا على ضيفه ويداد فاس بهدفين للا شيء في المباراة التي جمعت بينهما بمركز تكوين الفريق بالمعمورة هذا وتنوب على تسجيل أهداف الفريق العسكري كل من اللاعب عبدالغنيم وعاوية خلال المناسبة الأولى وبعد السيطرة على المباراة وتوالي الهجومات قام اللاعب عبدالغنيم وعاوي بتسديد كرة قوية مكن حارس المرمى من صدها ليتولى اللاعب أشرف هرماش إدخالها من جديد إلى الشباك يشار إلى أن المباراة ضد الواف جاءت في وقت استغل فيها المدر محسين بوهلان إجراء باقي الفرق لمؤجلاتها من أجل الحفاظ على جاهزية العناصر العسكرية نبقى دائما في كرة القدم بحيث تعثر شبان نادي الشيش الملكي عندما استدفوا أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بهدفنا للشيئة وذلك عن الدورة الثانية عشرة من البطولة الوطنية لكرة القدم تعثر ربما لم يكن متوقعا إلا أن هذا لا يعكس بالضرورة المستوى الجيد الذي يبسم عليه أصدقاء اللاعب أيوب جباري هذا الموسم انتهت المباراة التي استضاف فيها فتيان نادي الجيش الملكي فتيان أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بفوز وانتسار مستحق لفائدة العسكر بثلاثية نظيفة وذلك برسم الدورة الثانية عشرة من البطولة الوطنية لكرة القدم خمس دقائق كانت كافية ومنذ انطلاق المباراة لتفتتح العناصر العسكرية حصة التسجيل عن طريق اللاعب السادوي فيما تمكن اللاعب لميم من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة التاسعة والعشرين أما الهدف الثالث فجاء من أقدام اللاعب أي تحسي في الدقيقة السادس والخمسين من اللقاء على غير المتوقع انهزم صغار نادي الجيش الملكي لكرة القدم أمام صغار أكاديمية محمد السادس بهدفين لهدف وحيد برسم الدورة الثانية عشرة من البطولة الوطنية لكرة القدم وعلى الرغم من هذا تعثر المفاجئ إلا أن صغار النادي العسكرية يعتبرون الأفضل بحيث تمكنوا من الانتصار في جل المباراة الماضية وبحصص عارضة يواصل عسكر كرة اليد سيطرتهم وتألقهم المعهود في هذا الموسم الذي يعتبر مرآة للمواسم الماضية بحيث استطاعوا تحقيق انتصار آخر لكن هذه المرة على حساب الجمعي الرياضي لتازى بواقع ستة وعشرين مقابل ثمانية عشر وذلك برسم الجولة العاشرة من الدور الممتاز لكرة اليد إلى كرة السلة رجال عن الجولة الأولى من البطولة الوطنية للقسم الممتاز انتصر فريقنا أمام جمعية ميشلفن إفران بحصة بلغت في المجمل تسعة وثمانين مقابل سبعين اللقاء الذي احتضنته قاعة البوعزوي بمدينة السنع تقموا القناة الرسمية للفريق وكالعادة كان حاضرا والتقط أبرز لحظات اللقاء نتابع وإيكم مشاهدين أبرز لحظات هذه المباراة وبرسم الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الممتازة لكرة السلة خرجت سيدات ندي الجيش الملكية منتصرة على نظيرتهن من ودزم بحصة بلغت اثنان وثمانين مقابل تسعة وخمسين بهذا نكون قد وصلنا وإيكم مشاهدنا إلى ختام النشرة الإخبارية في أمان الله أعمال شكرا